بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام والركيا الشرحية. النهاردة هنتكلم مع بعض عن رؤية انديل البحر. هنتكلم عن اهم التفسيرات المتعلقة اه بي. كمان هنعرف امتى بتكون رؤيته محمودة امتى بتكون رؤيته غير محمودة. اولا رؤية انديل البحر من الرموز اللي بتبشر بمولود زكر. والله اعلى واعلم. اه كمان انديل البحر من الرموز اللي بتشير للزوج لو كانت امرأة اه متزوجة. اه انديل البحر كمان من الرؤى اللي بتدل على اه اه توبة اه ليه الرائي وبتعاده عن اه زنبا او عن اه معصية. احيانا بدل اه انديل البحر على تعرض الرائي لمشكلة. اه ولكن المشكلة دي هتكون يعني هتنتهي اه بزرعة. اه كمان انديل البحر من الرؤى اللي اه بتدل على اه حصول الرائي على اه مال وعلى مال وفير. خصوصا لما يشوف الرائي انه بيقترب منه اه الانديل البحر هو مش خايف اه منه. اه كمان انديل البحر اللي ما نشوف انه هو بيقوم بي اه انه هو بيعوم في المية فمن الرؤى اللي بتدل على سعي الرائي وراء اه رزقه وبحثه عن اه مال. انديل البحر كمان من الرموز اللي اه اه احيانا لما يشوف الشخص انه خايف منه فاحيانا بدل على ضعف وعلى اه معاناة وعلى خوف ممكن اتعرض لها الرائي. كمان احيانا انديل البحر ممكن تدل على الخداع اه او تعرض الرائي لخداع من شخص اه مقرب اه منه. اه لما يشوف انه هو بياكل انديل البحر فاحيانا بيدل على ان الشخص ده بياكل اه حق الغير. اه كمان اه انه مشوف انه هو مسكه اه بايده فاحيانا بتدل برضو على اه قيام الرائي بمعصية او بزنب واسراره على الزنب دوت. اه مهاجمة انديل البحر اللي الرائي فيه المنام من الرائي اللي بتدل على تعرض الرائي لمخاطر ولمتاعب او لازم من اشخاص مقربين اه منه. لاثغد اه انديل البحر او عدد انديل البحر من الرائي اللي بتدل على تعرض الرائي لمشاكل او مشاكل اه كبيرة وهيكون شوية صعب حلها. كمان لاثغد انديل البحر من الرائي اللي بتدل على اصابة الرائي بازمة اه صحية. ولكن الازمة دي شوية اه هتنتهي او يعني هيشفى اه منها اه سريعا. آآ لاثغد انديل البحر برضو من الرائي اللي بتدل على تعرض الرائي للخداع او لمكر من شخص آآ مقرب آآ منه. خصوصا لما نشوف ان اللاثغة دي كانت في البيت عنده. فمن الرائي اللي بتدل على آآ تعرضه للخداع من شخص قريب جدا آآ منه. لما نشوف انه آآ انديل البحر بينزل علينا من السماء. آآ رؤية نزول الانديل البحر من السماء من الرائي اللي بتدل على تعرض الرائي للازمة او للضرر. او تعرضه للخداع آآ او آآ آآ للازية او هو بيعمل سلوك او معسية آآ فعليه ان هو آآ يتوب. آآ كمان آآ نزول أنديل البحر من السماء وأكله فمن الرؤى اللي بتدل على أن الشخص شوية بياكل مالي لغير أو بيعرضهم لزل أو بيظلمهم أو يعني بيتعرض لاتهامات منه كمان أنديل البحر في البيت برضو من الرموز اللي شوية بتكون غير مستحبة برضو من الرموز اللي ممكن تدل على شر أو مكيدة تدبر لي الرأي أنديل البحر في البيت برضو أحيانا بتدل على مؤامرات أو ضرر ممكن يسيب الرأي من أشخاص مقربين منه كمان وجوده في البيت من الرموز للأسف اللي بتدل على حدوث أحداث أو حدوث أمر هيكون سايق جدا لأهل البيت كمان سماع رؤية أنديل البحر أحيانا بدل على سماعه لأخبار سيئة في الفترة القادمة الفتاة العزبية لما تشوف أنديل البحر أحيانا بدل على تعرضها للخداع أو للخيانة أو للمكر من شخص يعني مقرب منها لما تشوف أنديل البحر بيعوم قريب منها أحيانا بدل على أن هي هتتعرف على شخص أو هيدخل حياتها شخص الشخص ده الحقيقي هيكون مخادع وهيكون شخص مكر كمان أحيانا بدل على عدم استقرار في حياتها بشكل عام وتعرضها لمتاعب سواء متاعب ومشاكل أو متاعب نفسية كمان لما نشوف الرأي أنه بيعرب من أنديل البحر رؤية هروب الرأي من أنديل البحر بشارة بنجاته من أمر سيء أو نجاته من مشكلة أو من أزمة كمان أحيانا بدل على تعرض الرأي لتهمة ولكن التهمة دي هيقبرق منها بسرعة برضو أنديل البحر لما يشوف أنه بيتقرب منه بدون أنه هو يشعر به الخوف فمن الرأي برضو اللي بدل على خير كتير لما يشوف أنه بيسبح فيه المياه فده مالوي رزق هيحصل عليه الرأي كمان لما يشوف الرأي أنديل البحر أحيانا بدل على معصية هو بيقوم بيها وكمان هو بيصر عليها أنديل البحر للمرأة الحامل من الرمز اللي بتبشرها بمولود سكر والله أعلى وأعلى كمان للمرأة المتزوجة لما تشوف أنه في أنديل البحر موجود في المنزل بتاعها أو في البيت بتاعها فللأسف من الرأي اللي بتدل على الحزن أو الهم أو إصابة حد من أفراد العائلة بأزمة صحية أنديل البحر برضو لما يشوفها الرأي معنى كده أن فيه أشخاص بيخدعوا الرأي أو بيحاولوا أنهم يؤذوا لما يشوف أنه هو قدر أنه يهرب منه فهيهرب من الأشخاص دول أو هينجوا من خداع أو هينجوا من ضرر كان ممكن يصاب به. ده كده باختصار أهم التفسيرات المتعلقة برؤية أنديل البحر. اتكلمنا عنه بشكل عام. آآ يعرفنا إمتى بتكون رؤيته محمودة وإمتى بتكون رؤيته غير محمودة. آآ بتمنى إن يكون الفيديو عجبكم. لو في أي سؤال أو استفسار اكتبوا لي تحت. وأنا إن شاء الله هردت عليكم. بشكوركم جدا واشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلام. اشتركوا في القناة